الصحبية الصحبية اللي أنا وأنا بتكلم دلوقتي الجيل بتاعنا تمشي في الكليات دلوقتي ولا في النوادي إلا من رحم الله لما تلاقي واحد مش قاد مع واحد إلا من رحم الله وكتير إن شاء الله الصحبية دي مع قرار صعب إن بنت تكون بتحب ولا تسيبه أو ولا يكون بيحب بنت بس جوه كل اختيار اختبار الحب جميل لكن العلاقة دي مع ربنا غيور أنت تعرف من صفات ربنا النبي قال إن ربنا بيغير وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرمه الله عليه لما قلبك يتميلي بحب غير حب ربنا ربنا بيغير على قلبك إنه بيحبك فبتبقى صعب قوي لما يجي حب حرام يطرد حب ربنا تعرف ربنا بيرضى أنك تحب أي حاجة هو يرضى عنها تحب شغلك تحب ولادك تحب مراتك كل دي حاجات ربنا أبحالك حبها وحب الحاجات دي من حب ربنا بس تحب بنت هي مش مراتك أو تحب ولد دي هو مش جوزك الحب ده بيطرد حب ربنا وإيدينا بنبني حاجز كبير بيننا وبين ربنا اللي عايشين في علاقة صحبية خد بالك عشان تاخد قرار أن بتسيب حبيبتك أو تسيب بنتي الولد اللي بتحب بيه لازم يبقى فيه تصديق إن أنا لو سبته ربنا هيعوضني حاجة من الاتنين يعوضني بنفس الراجل ده اللي أنا بحبه لو أنا بنتي أو نفس البنتي دي لو أنا راجل بنفسه لو هو مكتوب لي أصلاً ولو مش مكتوب لي هيعوضني بحد تاني يكرمني أكتر ويحسن إليه أكتر هو كده كده الشخص التاني ده هو مش مكتوب لي فمهما تصاحبنا ولا خرجنا ولا سافرنا ولا سهرنا بالسنين مش هتتجوزيه وإنت مش هتجوزه ده مش مكتوب لك في المستقبل فكده كده من دلوقتي ارجع بقى وإحنا دلوقتي لازم نسيب بعض لو هنتجوز هنتجوز بس وإحنا كسبانين ربنا مش نبقى نتجوز بعد سنين طويلة من الحب وربك يسطر عليها وفي الآخر يتجوزه بس يخسرنا ربنا سنين طويلة قوي وعلى فكرة أنت لو بصيت في الإحصايات لها أغلب اللي بتصاحبه بيسيبه بعض طب وليه يبقى جرح ومشاكل وإخناقات وكمان خسرانين ربنا لما الحب الحرم طرد حب ربنا واحد من الشباب أنا القصة دي أنتوا بعدتوا هالي كانت على المنتدى عندنا على مصطفى حسن دات كوم بيقول أنك كنت بتفرج على ما كنتش نادرا ما بتفرج على الدعاء الجدد هو صاحب القصة بيقول كده بعدين كنت قاعد في يوم الأجازة يوم الجمعة أنتوا عارفين خدعوك وفقالوا يوم الجمعة ففتحت كان والدي بيتفرج على إقرأ فتح كان برنامج خدعوك وفقالوا وكنا ساعتها بنتكلم على الصحبية كنت أنا مستضيف إبراهيم عبد الجواد صديقي عادة نتكلم على الصحبية وحب الولاد للبنات حب الولاد للولاد وزير واحد لازم يطلع من العبودية دي لأنك أنت لما تأسر قلبك لحب ربنا ما يرضاش عنه أنت بتشيل منه حب ربنا وتحط حب حرام بيتأثرته وبالكلام حقيقة إبراهيم ساعتها فعلا كان مبدع في الكلام اللي قاله بيقوله كل سؤال يجي في بالي يا مصطفى يا إبراهيم يردوا عليه وكل ما يحصل عندي لا 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 أنا هفضل مع صاحبتي عشان كذا فنرد عليه في الحلقة بيقول خدت قرار أول ما روحت الجامعة يوم السبت قلت للبنت اللي بحبها أنا كده حرام مش هينفع نكمل مع بعض قلت لي مش من حقك الحب اللي بابلنا أنت تكسره كده مش من حقك قال لها أنا عايز ربنا سبحانه وتعالى صاحبنا بيحكي بيقول وبعدين افترقنا عن بعض وانا خدت القرار دا لله وكانت كل شوية تبعتلي تقول لي طب أنا هبقى كويسة ممكن نكمل مع بعض وانا هبقى متدينة فيقول لها أنا عايزك متدينة عشان ربنا حتى لو بقيت متدينة مش هينفعنا بقى متصاحبين متدينين يعني بيقولوا تعدي الأيام وكل ما شوفها قاعدة مع ولد غري راجل بني قدم وبيحب غصبا عنه بيقولوا بعدين صاحبتها جاءت قالتلي هي عايزة ترجعلك وبعدين هو حكى موقف أنا مش عايزة أحكيه يعني حكى موقف معين حصل خلاي أخد قرار لأ مش هرجع لها وبعدين حصل إيه هي قصة خلصت كتر أنا مش هقلف أحط على القصة حاجة وأنا تعمدت إن أنا أجيب قصة مش خلصانة تقول ليه أقولك لأن أنا هسيب لكو أنتو تكملوا القصة دي مش لازم أقول لكو على فكرة وبعد كده تجوز وبعده فلوس كتيرة وخلف ده اللي هيحصل على فكرة أقسم بالله لو ربنا شاء إن ده يحصل ده أكيد اللي هيحصل بإذن الله ربنا هيكرمه وهيوسع عليه وهيفتح عليه إحنا اللي هننهي القصة دي اللي ساب حاجة لربنا يقينا ربنا هيعوضه مش ممكن يكون أنا في شبابي وفي قوة رغبتي في الحب وقوة رغبتي في أن أنا في بنتي في حياتي واسيبها لله وربنا يسيبني قلت لك البشر ما بيعملوش مع بعض كده عشان كده أنا مش هكمل القصة لأن صاحبنا ما كملش القصة دي هو مرجع لهاش بس أنا متأكد أقسم بالله متأكد إن ربنا فتح عليه في شغله وفي دراسته ويمكن يكون كان ده يمكن رسادي ما بقوتها من فترة يمكن يكون زمنه تجوز دلوقتي وربنا أكرمه وإنتوا تعرفوا قصص كتير كده علشان كده الصحبية الحب الحرام ربنا بيغير منه خدي القرار ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منهم صلوا على سيد المحبين والمحبوبين